بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب المحاضرة الرابعة نكمل وياكم بستريو كيمستري اليوم رح ناخذ يعني مفاهيم جديدة بناء على ما وصلنا بالمحاضرة الأخيرة كان آخر شي الانانشيمرز والدايستريمرز أخذناهم طبعا وتعرفنا على الانانشيمرز والدايستريمرز تبقى عندنا مشكلة وهي كيفية التمييز بين هذه المركبات بالاعتماد على الاسم فقط يعني مثل ما تعرفون المركبات لها أسماء خاصة بها ضمن نظام دولي حسب الايوباك هذا السيستم اللي هو متبع فإنت إذا اعتمدت على هذا النظام في التسمية ممكن يعني تعرف المركب مثلا تشتري مادة كيميائية تباوى على اللايبل تلقى الاسم للمادة المعينة راح تعرف شنو تركيب هذا المركب شونس المركب هنا عندنا توامينو بروباناوك أسيد هذا اللي هو طبعا نوع من الأحماض الأمينية مادة صلبة هو الألانين طيب هذا الآن اسم النظام توامينو بروباناوك أسيد لكن بالحقيقة هو موجود يعني توانينشيمرز هذا وهذا وذول مختلفين يعني بخواصهم هذا الأول الانينشيمر هو ناترال ويمكن يحدث له أيض داخل الجسم هذا الآخر يعني هو الناترال ولا يمكن أن يحدث له أيض داخل الجسم رغم أنهما نفس الخصائص الفيزيائية وهما مركب واحد فإذا أنت مثلا خلي نقول اشتريت من الشركة توامينو بروباناوك أسيد يعني أما هذا المركب أو هذا لذلك لابد أكوفة صفة مميزة تعرف من خلالها أنه أي مركب هو المقصود هل هو هذا اللي هو يشتغل ممكن يعني داخل الجسم أو المركب الآخر فإجأ نظام جديد اسمه R&S هذا النظام وهس راح نتعرف على هذا النظام ونشوف شنو الفائدة طبعا هذا الحاجة حسنا ذكرناه أنه قلنا واحد من ذول الانين شمرز أنه يكون بايولوجيك ويحدث له يعني أيض داخل الجسم بفعل الأنزام هذا مو يعني شغلنا بس عنا مود نوضح لك فقط أنه ليش ضروري تمييز بين هذه المركبات بالتسمية فإجأ نظام اللي هو حسب ذول العلماء كان هذا ذول يسموه سيستم ويسموه سيستم يعني النظام حسب الأولوية شو يقول النظام أنه أنت تقدر هذه الجزئات الانين شمرز هذه الجزئات تقدر تسميهم بالاعتماد على خاصية معينة R فيما يخص الجزئات اللي يدور نحو اليمين R جاء من كلمة يعني الأغريقية راكتوس راكتوس و S يعني نحو اليسار سينستر يعني نحو اليسار طيب فلما تسمع كلمة مثلا R تعرف أنه المقصود بالمركب الفلاني هذا أو هذا سحة نشوف شون يصير أو S صار تمييز هنا وفق النظام طيب يبقى هنا شون أعرف أنه هذا المركب R أو S على مدى أضيف ل قدام التسمية ما التسمية شون أسه هذا هنا أضيف له مثلا R توامينو بروبانو أو S فأجت هنا قضية القواعد هنا الذين يخلوا روز تقول يابا هذه الروز أنه أنت لابد أول خطوة خليها أحكيها لكم هنا وبعد أن نرجع نقرأ ذني لأنه تشوفوها الصعب هنا خلنا نرجع أول خطوة أنه وين ذرة الكاربون الكيرالية مثلا هذه الذرات المرتبطة بها بشكل مباشر عندك هنا أنا كاربون مرتبطة بشكل مباشر هنا أنا كاربون هنا أنا هايدروزين هنا أنا نايتروزين فاعتمادا على العدد الذري تبدأ ترقم من 1 إلى 4 الأعلى عدد ذري أو وزن ذري يأخذ رقم 1 والأقل يأخذ رقم 4 دائما يعني الهايدروزين عندنا هو يعني أقل وزن أو عدد ذري فيكون هو الآخر يعني رقم 4 تبقى منه رقم 1 هذه تختلف يعني حسب اللي موجود فسألو تلاحظ الجزائية هنا أنا عندك نايتروزين هنا أنا كاربون كاربون طبعا الهايدروزين قلنا يأخذ رقم 4 فرح يكون عندك رقم 1 إذن النايتروزين نايتروزين رح يأخذ رقم 1 هذا 1 والهايدروزين أربعة أبقى ذولي هذه الكاربون وهذا الكاربون منه اللي راح يأخذ رقم 2 ومنه اللي راح يأخذ رقم 3 نرجع للخطوات هنا أول واحدة أنه نرتب حسب الذرة الكيرالية ونشوف المجامع وبعدين نشوف حسب بريارتي بريارتي يعني الأولوية منه الأعلى عدد ذر وزن ذر هو يكون الأول هذه higher atomic number أنه رح يأخذ الأولوية الأعلى طيب في حال أنه وصلنا مرحلة أنه الذرات هي نفسها شون ها السهنانة وصلنا مرحلة أنه هذي كاربون وهذي كاربون من يقول هذي مثلا اثنيا أو هذي ثلاثة ما نعرف احتمال هذي اثنيا هذي ثلاثة لازم أكو أفضلية لهذه الذرة كاربون على هذه وين ننتقل هنا يقول في حال أنه كانت هذه الذرات متشابهة ننتقل ل next autumn يعني ننتقل لذرة المجاورة لاحظ غياء هذي هذي كاربون كاربون متكافئين ما عندنا مشكلة نشوف شنو المرتبط بيهم من هذي الجهة عندنا ثلاثة هايدروجين في حين هذي الكاربون شمر طب أوكسجين أوكسجين طبعا أوكسجين أوكسجين أعلى بهواء من ثلاث ذرات هايدروجين فش رح تصبح تصبح عندك هذي المجموعة ككل أعلى من هذي إذن نرجع للبريارتي هذي رح يأخذ رقم واحد النايدروجين هنان هذي رح تأخذ رقم اثني هذي رح تأخذ رقم ثلاثة هذي رح تأخذ رقم اربعة الاربعة يعني الهايدروجين هنان صار للخلف لأن قلنا هنا الداشت فصار بعيد عنك تتخيل بعيد عنك يعني مهم الموضوع خلص طلع من الموضوع وركز على ذول البقية هنان واحد اثني هذي ثلاثة فالشي يصير الانتقال أنت تسوي سهم الانتقال دائما من واحد الى ثني الى ثلاثة الى اربعة هالشكل يعني منها هذا واحد هذا اثني هذي ثلاثة هالشكل هذا السهم فلو تلاحظ أنت الساعة الآن الساعة هذه ساعة مثلا عقارب الساعة الدور بهالشكل هذا الشكل الدور وإذا هالشكل صار عندنا دور هذا نقول عكس عقارب الساعة فهذا هذا السهم الذي عد هنا ساير ساير هيتي يعني عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة ياخذ باتجاه عقارب ساعة ياخذ ار. اذا هسا في حالة هذا المركب نقدر نعبر عنه انه هو اس. نقدر نقول اس. خلي نشوف الانين شمر مالته هذا الانين شمر طيب. نرجع هذه ذرة كاربون الكيرالية. نشوف الذرات المرتبطة بشكل مباشر. هنا كاربون هنا نيتروجين هنا كاربون. النايتروجين عدد ذري اعلى من الكاربون. فراح ياخذ واحد. وذول اللي قلنا مش شابهين. ننتقل للناكست. اوتومز. الناكست هنا اوكسجين هنا انا هيدروجين اذا. هذا المجموعة راح يصير اثنين. هذي يصير ثلاثة. هذي طبعا الاربعة الاقل تكون للخلف دائما. مو فاشي يعني نهتم ببقية الضرات. الهايدروجين دائما قليل. اذا كان داشت هنانا مناقض يعني بعيد منك. فمن واحد الى اثنيا الانتقال. الى ثلاثة. ش راح يكون نسا هنا باتجاعة قارب الساعة. اذن آر. وهذا الشي طبيعي جدا. ليش؟ لان ذولي انين شمرز صورة واحد للاخر. فاذا كان هذا اس لازم هذا يكون ار. وبالعكس اذا كان هذا ار هذا يكون اس. هو صورة الى. فواحد يكون تدويره عكس الاخر. مركبين متشابهين كل الخصاص بستثناء تعاملهم مع الضوء. واحد يدور باتجاه اليمين واحد يدور باتجاه اليساء. التدوير باتجاه عقارب الساعة يكون ار و كاونتر يصير يعني عكس عقارب الساعة. طيب نرجع للنقاط. هنا. عدنا نقطة مهمة ايضا يقول اذا عدنا دابل بوند هنا او ترابل بوند شون راح تكون القضية. يعني شون. نشوف لك مساحة فارغة هنا. مثلا. انت عندك هناك كاربون. هذا كيرا عالية. مرتبطة هنا او اكسيجين. هناك مثلا. تابل بوند سي. ومع وضعة اخرى. ومرتبطة هناك مثلا. مثلا. وهناك هايدروجين. هذه مناقاطة للخلف. اصغر واحدة ما عندنا مشكلة به. الاكسيجين بديه اول واحد. يبقون عندك هذه الكاربون وهذه الكاربون. اذا تنتقل المجاور لهم. هذا هايدروجين هذا مجاور لكاربون اخرى. فبديه منه راح يكون رقم اثنين هذا. ما عندنا مشكلة هنا. لكن لو بدل هذه الكاربون اخرى. هيتش فرضة. منفردة. فهنا راح تقارن عندك كاربون بكاربون. المجاور لها كاربون. هنا المجاور لها كاربون. شون في الحلقة؟ انظر الاسرة المزدوجة. الاسرة المزدوجة كاربون. هالشكل. ويضاف لها من عندك كاربون اخرى. ايضا موجودة شو بعد نعيدها لكم. اذا اصار عندك التهنانة اكثر من ذرة كاربون. فذول من تقارنهم مع كاربون كاربون اكيدا ذول يصيرون. اذا الاسرة المزدوجة هنا. الاسرة المزدوجة اللي هي كاربون كاربون راح تتعامل معها على انه هي دائما كاربون. كاربون واضيف. وحدة جديدة كاربون. طيب. ايضا نسمة موجودة هنا لو نشوف وين. هذه. لاحظ هنانا. هذه الاسرة المزدوجة. شون هو متعامل معها. يعني بذهنة بذهنة يعتبر انه هي عبارة عن كاربون كاربون هذي. وهنانا كاربون وهذي بالاحمر وهذه هنانا كاربون. اذا عندي كاربون نايتروجين. شو راح تصير. تصير عبارة عن كاربون. هي اصلا هاي الاسرة موجودة. تتوزح الشكل. يعني هي كاربون آسرة مزدوجة نايتروجين. وكأنه هي عبارة عن كاربون مرتبطة نايتروجين وكاربون مرتبطة نايتروجين. يضاف لها كاربون اخرى. هنا هنانا. هذا الكاربون يضاف لها. اخوة اذا اصر ثلاثية تريبل بونت راح تتكرر العملية اكثر من مرة. هذا الجزء وهذا الجزء. اذا عندي اصره سي تابل بونتو. وكأنه هي عبارة عن سي او. او. وهذه اضاف لها كاربون. هذا الاسرة المزدوجة تابل بونتو. هي وكأنه هي عبارة عن او. ايضا عندي او. هذا الاكسجين بها كاربون. هاي الشكل. مثل ما تشوف هنانا. هذي راح تفيدك باليعني بريارتي الاولوية. يعني لو كان عندك كاربون اوكسجين. مثلا. كاربون اوكسجين. فارضان هنانا اين كان الجزء. وكان عندك سي دبل بونتو. وهاي راح اصر اعلى. وفق هذا النظام. والسبيل الامثلة صار عندنا اسال القضية نرجع للنقاط. يقول ايضا اذا عندك سيس مثلا سيس وترانس فالسيس يكون ياخذ اولوية. يعني انت هذي الكاربون الكيرالي. اهنان ارتباط. اهنان مثلا ارتباط ومثلا الكين. والتوزيع حوله خاني نقول سيس مثلا. وهنان نفس الالكين مثلا. كما عوض اخر. والتوزيع ترانس. وهنان مثلا انذرة. هايدروجين. فلو انفرضنا هنا اوكسجين مثلا. واخذت رقم واحد. هذا الاوكسجين اخذت رقم واحد. هايدروجين اربعة. يبقى منه اثنين منه اثلاثة. تاخذ السيس تفضله على الترانس. بالاولوية. السيس يتفضل على الترانس. طبعا حتينا انه يعني تحسب البقية. اهنان يقصد بالليغانز يعني الذرات المرتبطة بالكاربون الكيرالية. بالاعتماد على النقصان في الاولوية. يعني من الاعلى الى الادنى. من الاعلى الاولوية الى الاقل. وهي ذكرناه انه اذا نقول عنا ار اللي هو جاء من كلمة ركتس يعني يمين او شيء كلمة اصلها الغريقي هذي تعني اليمين. وايضا هنا انا اشي يصير راح نقول عنا اس جاء من سنستة. طيب. ذلك يعني ذرات معروفة. اليود على من البروم من ناحية الوزن ذري. فذلك كلهم يعني بالاولوية يجي يود. وبعدين بروم كلور واكسجين بعدين نايتروجين. ايضا كاربون وذا الكاربون على شكل نظير 13 هو اعلى من الكاربون 12. لان كتلة ذرية ما لتعلى. وايضا نظير الحايدروجين. نظير الحايدروجين اللي هو انسمي ديتيريوم. اعلى من الحايدروجين. هاي حسب يعني برياريتي. ازاي? هذا مثال. اهنا عندك كاربون كيرالية. هاي دامن خلالية ستار. عندك فلور وعندك بشكل مباشر كاربون عندك هايدروجين نايتروجين. طبعا الفلور اعلى من النايتروجين ياخد رقم واحد. النايتروجين اعلى من الكاربون راح ياخد رقم اثنيا والكاربون ياخد رقم ثلاثة. فاش راح يكون السهم يكون السهم من واحد الى ثنيا الى ثلاثة لان هاي اربعة على الخلف ما اننا علاقة بها. الى ثلاثة هذا يعني هي شي عكس عقارب الساعة. شنسمي اس? زين يعني. طبعا هذي حتشيناها انه 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 تعامل مع الاثرة المزدوجة بشكل منفصل انه سيبرايت اطام هنا ونعرف شقد راح تنطينا. زين? هذا الانين حتشيناه بالبداية. يقول لك يا با اقنور جروب فور اللي هو هذي الهايدروجين لانه هذي بما انه هي الهايدروجين الجاية هنا على شكل يعني داشت واج هاي الحافة هاي اه او هاذر هذي صايرة بشكل منقطع انه صاير بالجانب البعيد من عندك فانت جاهلة وركز على بقية الذرات. هنا ايضا النايتروجين اعلى من الكاربون هذي كاربون هذي كاربون هذي اخذ رقم واحد وتبقى عندك هذي وهذي مثل ما ذكرنا انه الافضلية لهذا الكاربون للمجاور لها اصر مزدوجة مع الاوكسجين واوكسجين في حين هذي تلذرات هيدروجين قلنا يعني اذا الشكل هذا نسميه كاونتر كلاك وايس عكس عقارب الساعة حيانا يسمونا انتي تلاك وايس هذا مثال ايضا سنتصر صورة واضحة جميع الذرات المرتبطة بالذرة الكيرالية هذي هي ذرات كاربون فهنا يعني يرى لك ترجع للمجاور الهل بما ان هما ثلاثتهم الساويين هما كلهم كاربون فتقول انت يا كاربون الاولى هذي اللي هنان او هذي او هذي لو تلاحظ طبعا الهايدروجين خلاصنا من عنده هو الاقل اربعة لو تلاحظ انه هذي فقط مرتبطة بتلذرات هيدروجين قليلة في حين هنا عندك الكاربون الجاورة كاربون 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 ايضا هنا هنان كاربون 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 بس اكوميزة طبعا هنا اربعة ذرات كاربون هنا ايضا اربعة ذرات كاربون فهذا الجزء يختلف عن هذا الجزء من ناحية وحدة وهو انه هنا عندي آسرة مزدوجة والآسرة اللي هتفككها من ناحية الاولوية انه هي راح تكون هالشكل كاربون كاربون فهذه أعلى من هذه فهذه أعلى من هذه إذن هي رح يصير رقم واحد هنا رقم واحد وهذه رح يصير رقم اثنين وهذه رقم ثلاث فمن واحد إلى اثنين من واحد إلى اثنين باتجاه ثلاثة عكس عقارب الساعة S لو كان عندي مثلا مركب ساكلك مركب ساكلك يمتليك كارب سنتر مثل ما تعودنا دائما نبقى على الجزية من ناحية الفراغية يكون عيننا وين على الكارب سنتر فهنانا عندي كارب سنتر هنا وحاول هذي الكارب سنتر شوية صار اختلاف بتوزيع الذرات طيب هنا طبعا ما عندك عندك مجاميع صارت عندك هذا هذا الهايدروجين أوكي ما عندنا مشكلة وهذا بشكل عام جزء جروب وهذا مرتبة بضر كاربون كيرالية كجزء وعندك هذا كجزء آخر زين يا عبا لو تلاحظ تجين تتقارن واحدة واحدة هنانا هذي الذرة ارتباطها بشكل مباشر مع سياجتو هنانا وهنانا سياجتو بينما هنانا شنوه مو سياجتو لا كاربون كاربون آسر مزدوجة كاربون نذر هذا الأعلى هذا ياخذ رقم واحدة طيب بقى عندك هذه وهذه تقارن معهم تنتقل إلى المجاور لهم هنانا المجاور كاربون آسر مزدوجة وهذه القروب بشكل عام هي رح تاخذ رقم اثنين وهذه القروب رح تاخذ رقم ثلاثة اذن واحد هذا هذا ثنين هذا ثلاثة فتنتقل من واحد باتجاه ثنين على ثلاثة ايضا رح يكون اس نانا رح يكون اس هذا اللي احنا فككناه بس للتوضيح يعني اثنانا ما احجز بس انا فككتلكم يعني يريدي يقارن لك القروب واحد هذا القروب واحد ليش صارت الاعلى لاني نقل لك القروب واحد بها آسرة مزدوجة وبهذه المثيل يعني كاربون آسرة مزدوجة كاربون وعدك هنانا CH2 فأساسا هذه المزدوجة من تفككها رح يصير بها الذرتين اضافيات اعلى من البقية هذه صارت القروب رقم واحد اعلى من CH2 مثلا CH2 وذولي مثل ما قلنا لان احنا عندي هذه مجاورة كاربونيل والكاربونيل تفكك الى كاربون اوكسجين اوكسجين كاربون هالشكل قصر هالشكل اوكسجين 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 المهدد مهدد تقرأ اوكسجين اوكسجين هذا العلاج اللي يسبب كذا طبعا تترك من هذا المركب هذا مداخلين بس بيعني ايضا تتخيل انه الاهمية ما الرس زين ايضا ايضا لدينا جزئة وهذه كاربونيل سنتر شون التوزيع صاير حول ذرة كاربون الكيرالية وطبعا هنا plus minus هذا للتدوير النوعي قلنا احنا specific rotation يقاس بجهاز معين لكن هل هذي جزئة R او S هذي عليك انت حاول يعني تسوي ترينينج بينك بين نفسك يقول يابا انا عندي هذا الجزء مرتبط بها وعندي هذا الجزء شوف هي ذرة كاربون ترتبط اربعة ارتباطات هذا واحد هذا الجزء هذا اثنين هذا الجزء ثلاثة وهذا الجزء اربعة حسب حسب نظام priority RS شوف هذه الجزء هل هي R او S زي احنا احيانا نرسم الجزء بصيغة فشر وهي الاسهل فلما انت ترسم الجزء بصيغة فشر 3D نعرف الذرات من الخلف من الامام هنا رسمنا بصيغة فشر واتفقنا على انه هذا المحور يكون يعني الذرات باتجاه الامام والمحور العمودي تكون بذرات تجاه الخلف هذا شون رح ينعكس على R وال S لا حظ هذه الجزء طبعا هي نفسها هذه نفسها هذه فأنت قل لما تجيك الجزء مثل هذه فهنا ما رح تعرف من الذرة للأمام من الذرة للخلف لأن هذه الوضعية تختلف احنا متعودين اكثر للمركبات الهايدروجين يعني وين للخلف لكن احيانا يجي الذرة هيدروجين باتجاه الامام وهذا رح يقلب القاعدة ويغير القاعدة التي تعلمناها وسأ نقول لكم ماذا سننسوي إذا لقنا الهايدروجين للأمام إذن القصد أنه يعني بصيغة في شر أحيانا يمكن أن يأتي الهايدروجين للأمام إذا صار الهايدروجين للأمام شوان هذي هنا شنو طبعا يقلب الجزء أو دور أو كذا أنا ما رد وخ أعطي يعني ترك خدعة بسيطة تحل ببساطة أنت اشتغل على نفس الpriority نفس كذا وحل وكمل طلع لك مثلا R قول بما أنه الهايدروجين هنا يجه باتجاه الأمام إذن نعكس القاعدة R ناخذها S وإذا حليت وطلع عندك S عينك على الهايدروجين قول بما أنه الهايدروجين يجه للأمام إذن نعكس القاعدة S يصير R وهكذا شوف لي هنا هذا المركب هذا المركب حسن كقاعدة مبدئيا أنت تشتغل على القاعدة الأوكسجين رح تأخذ رقم واحد هذه المجموعة رح تأخذ رقم اثنيا بعدين هذي ثلاثة الكربون الهايدروجين أربعة إذن من واحد لاثنيا لثلاثة هذا باتجاه أقارب الساعة متعودين نحن شكون R لحد الآن R امسح ليش تمسحها رح الهايدروجين يبقوا عليه وين كانت للأمام إذن ال R شيصير لازم S صح لو لا شوف هنا شكاتب هسا هو S S لاغتك أس تمام حتى من تحول إلى فشر سيغة فشر هنا لازال هيدروجين للأمام نفس الوضعية أحيانا إحنا يعني ما نوضح الجزيات منه للأمام للخلف شون هنا فأنت تريد تحل هذا عندك سؤال مثلا تتحل قلت أوكي الأوكسجين واحد هذه اثنيا هذه ثلاثة هاي أربعة ودورتها الشكل R بعدين تذكر القاعدة إذا يجي الهايدروجين للأمام لازم نعكس إحنا الهايدروجين ما تعرف للأمام للخلف صح لو لا بعتبار رحنا متفققين الهايدروجين إذا كان إذا كان يعني داشت هذا للخلف وإذا كان يعني وج هي شي يكون للأمام زيان هنا الهايدروجين هس هنا ما نعرف الأمام إحنا اتفقنا قلنا صغة في شر الذرات اللي بمحور هذا الأوفقي تكون للأمام شلون هنا دائما والعمودي تكون للخلف هنا تكون يعني داشت للخلف وبما أنه هنا هذا الهايدروجين هذا جاي بالأوفقي إذا هو للأمام إذا للأمام نعكس القاعدة شي يطلع لك عكس طبعا هذه الملاحظة أكيد نخاف تسمح الفيديو تقول ما موجودة كتابة لا موجودة موجودة هذه مثبتة هنا يقل لك أن عندك الهايدروجين من يجي بالهوريزنتل أنه راح يكون بالتجاه للأمام إذا يجب بالتجاه للأمام لازم أنت طبق القاعدة apply normal rules اللي أخذتها طبق القاعدة تمام بعدين أخذها backwards يعني عكسل وضعية يطلع لك R سوي S يطلع S سوي R هذا مثال إضافي شوف هنانا عندك مثلا هذا كربون كيرالية الهايدروجين راح ياخذ رقم 4 لقدام العرف هو الأقال منه رقم 1 كربون لوكلور لا كلور واحد يبقى عندك منه مثل له أثل لا أكيد أثل أعلى أعلى أوزن يعني آتوميك ماس فصار من 1 إلى 2 إلى 3 هذا هالشكل يعني S حتى الآن ما عندنا مشكلة هذا وفق normal S لكن بما أنه الهايدروجين هنا الهايدروجين هذي جاية للأمام إذن إحنا راح ما نقول S راح نعكس ناخذ R هاي بكل بساطة طبعا لو أرد أحتي لك إنه شون تسوي هالقضية وتدور الجزئ أو تتخيل ها صار عليك صعب ولكن أنت تطبق القاعدة وش يطلع لك بعدين نعكس هذا نعكس القاعدة فقط لما يجي الهايدروجين للأمام أما إذا كان الهايدروجين هو رايح خلف المستوي رايح بالتجاه البعيد الذي يكون على شكل مثل ما ذكرنا لكم يكون منقض هذا عاجل طبيعي ما عندك مشكلة يطلع لك تخلي R أو S شوف هذه الجزئ هنا بأكثر من كايرو سنتر هذا عندك كايرو سنتر جيد ما عندك مشكلة ف عندك بعتبر هاي مجموعة هاي اثنين هاي ثلاثة والمجموعة الرابعة هاي كله عشق مجموعة رابعة زيان نجي للمرتبط بشكل مباشر يعني كاربون مرتبط بشكل مباشر هيدروجين كلور كاربون هذه ما كو شك انه كلور هو رقم واحد كلور رقم واحد والهايدروجين رقم اربعة بقى من واثنيين هذا لهذا قلنا ناخذ هذا الكاربون وهذا الكاربون ما نقدر نستفاشي نروح للمجاورة لها المجاورة لها هذا واحد وهذا الجزء وهذا الجزء كله اثنيا وهذا ثلاثة هذا اربعة بش يصير انتقال من واحد الى اثنيا الى اثلاثة هيت هذا هذا رقم تذكر الهايدروجين بالأفقية يعني للأمام يعني هي تصير هذه اللي هو الصولد واج للأمام يعني نعكس القاعدة فاشصار اس نفس الشي هنا هاي ذرة الكاربون الكيرالية الثانية هنتجي لها تقول شنو المرتبطها بشكل مباشر كاربون المرتبطها بشكل مباشر كلور هايدروجين وهذه ذرة الكاربون الرابع ماك مشكلة بعصار بديهي نقول هذا رقم واحد هذا رقم اربعة اثنيا منه اثنيا رح يكون هذه الذرة اثنيا لأن المجاورة لها كاربون مجاورة لها كاربون في حين هذه رح تكون ثلاثة للمجاورة هايدروجين قليل هايدروجين هايدروجين يعني عدد الذري واحد وزن الذري ايضا واحد فما ياخد طقل يعني طيب من واحد الى ثنيا الى ثلاثة ر ولكن بما انه الهايدروجين هنا بالمحور الافقي يعني تكون باتجاه الامام نعكس القاعدة فالصير اس لاحظ هنا فهذا من تريد تسمي شي تقول يابا اس اس او مو اس اس لازم نحدد وين موقع هذا الكايرال سنتر هنا عنديها ذرة كاربون من تريد تسمي وفق التسمية ترقم الطرف القريب لتفرع واحد هاي اثنيا مثلا هاي ثلاثة هاي اربعة فانت تريد تحدد هاي الاس بتحديدا وين موجود اذا شي تقول بالموقع رقم اثنيا عندي اس بالموقع رقم ثلاثة عندي اس واللي هو شنو مثلا كلورو كذا او داي كذا وتكمل اسمه طبيعي لأنه احيانا ممكن هنا يجيك هنا اس مثلا بالموقع رقم اثنين اس بالموقع رقم ثلاثة ار او بالعكس فضروري تحدد حتى تعرف لهن انا نتوقف ونكمل لكم الاسبوع ونطقكم امثلة اضافية اكثر ان شاء الله وصل عليكم القضية سهلة وواضحة